على كل حال بقى خلينا ننتقل لو تسمح لنا من هذا الملف لان عندنا ملفين تانيين مهمين جدا وخلينا نبدأ بكوبا أمريكا وأنا عايزة أبدأ معاك كده بسؤال عام شايف مين الأسوأ والأفضل في كوبا أمريكا الأسوأ دلوقتي خلص بقى منتخب تشيد بعد الوقت على ما حصلت في الساعات الأولى من صواح اليوم الوقت بالليل ممكن الناس صحيح من نوم لسه ما يعرفوهاش أرطور وفيدال هما طبعا البطولة معمولات البرازيوكا في مشاكل وبالتالي عشان البطولة دي تقام لازم نعمل فقاعة طبية زي ما عملنا بس الإصابات عالية جدا إحنا كل شوية عملينا والبرازيل في مشاكل هناك بس هوك عايزة لعاب البطولة خلوضح جدا ان اتحاد أمريكا الجنوبية عايزوا تكمل بطولة مش عايزة لغيها فخد البرازيل وخلص والبرازيل يعني استضافت البطولة للمرة التانية على التوالي دلوقتي امبلح فيدال ومجموعة من اصدقائه في الفريق شعروا ببعض الملل وبعض الاحباط قال لك يالنا نزهر عامل وقالوا قاعدين كده يعني ساعة الفرفاشة يعني قالوا يا جماعة احنا دلوقتي بقالنا عشرة ياما حلقناش وحلنا وشكلنا مش لطيف فيه رأيكم نتكلم الحلق بتاعنا ونروح له ونحلق ونعمل يعني بقى شكل نحل تغيير اه تغيير راح وجابوا الحلق كلبوه وجابوا الحلق وغيروا من شكلهم ووضح ان هم برضو بيلحب ويلعبوا المطش وهما ستايل يعني وهم عالين بيحلقوا قال لك طب نكمل الليلة ونعمل حفلة وبتاعه دول الله يعني مش قادرين يصبروا حفلة عاملوا حفلة وعملوا فقط باية في كورونا وفي البرازيل ايه اصلا ايه الدنيا خرباني عن ذلك وزير حاجة اه طبعا واستضافوا اصدقاء وجابوا طبعا يعني جابوا الشلة كلها وعملوا حفلة بالليل لسا عادة الاولى يا دوبة موضوع موضوع طبعا ووسع جدا بس طبعا قده وقت نايس بلاخل اه موضوع واسع جدا جدا طبعا قد بكل كمان بان رقاب عليهم يعني موضوع تعرف طبعاً تعرف وفي الوقت الحالي اتحاد امريكا الجنوبية بيدرس استبعاد تشيلي من البطول طبعاً الاتحاد تشيلي وقع عقوبات على كل لعيب بس انا شايفه طبعاً عقوبات هزيلة جداً انت في الوقع زي دي تغرم كل لعب خمسة وعشرين الف يورو او انا عاسف يعني المندق ده يعني ولا حاجة بالنسبة ده اللي عمله ده يتقال عليه مصيب طبعاً فانت ما تضمنش اصلاً المجموعة اللي من خارج الفقاع الطبية اللي دخل دول عندهم ايه او حتى حتى ممكن يبقاش عندهم اعراض بس ممكن يبقى كارير يعني ممكن يبقى واحد يواف قدامك مفوش حاجة لكن هو حامل للفيروس وممكن ينقله فبالتالي هو هم بهدله الدنيا كلها مبارح وبالتالي احنا في في انتظار القرار اللي هيطلع من كل بول الانتحاد امريكا الجنوبية في اتجاه منتخب الشيط ده بالنسبالي الاسوأ